بس بدي علي يكون علي ما بيكون وبس بدي ارتاح شوي وما فيش شي علي ما بيطلعه من البيت نكوينو لكو علو هون مغفر كاراكوي لو سمحت ماشي انا بدي اعرف اذا علي اكارسو بالمغفر لانه ابنه مجد محبوس عندكن طيب هو وامو الولد موجودين عندكن مولا الشي انا لازم يحكي معه ايه علي اكارسو سما انا مرتو عم تفهم كيف مهونيك علي عندكن انا بيعرف وبيدي يحكي معه هلا ضروري كتير تضرب انت وياه موسى الخير جميل يا خانون موسى النور غسان اتصل فيي وقال لي علي صار ان شاء الله يطلع براءة انا جاهز لقي مساعدة يسلموا ام نستنى مو اكتر انا ما عندي فكرة كيف تورط ابنك بهالحادسة ولا باللي صار بس انا بدي حاول اعرف شي لساعده عقد ما بقدر يسلموا ناديم بيك بنتي انا نيفين محامية يعني ان شاء الله نحنا ما بنحتاج لشي لانه بنتي هي المستلمة القضية شكرا كتير لك على اساس ما في فرق من الارض للسماء ليش بقى ايوه كملت شوفي ليش اجيتي انا هاولت اتصل على تليفون بس ما قدرت اوصل اليك ليش شوفي لازم تجي معي على البيت علي كأنك ما بتعرفي شو صاير وبدك ايجي على البيت ابني محبوس بالمغفر ما فيني ايجي مصطفى تعبان ليش شبه ارتفعت حرارته بيكي كتير اجا دكتور وعطا دوا وهلأ نزلت حرارته شوي بس خايفة ترجع ترتفع حرارته بالليل لازم تشير هامي ما فيني ايجي مجد بالمغفر وما بعرف شي عن وضعه بعدين ما فيني اترك جميلة لحالة شوفي المربية لا يحل حالك بس مصطفى لحاله ومرضان ولا انت ما بيفكر بمصطفى بنوم شلون ما تفكر في بلالعفاضي كالونا لا انت ما بيفكر بمصطفى انت بيفكر بجميلة ولادة نيفين ثابت بيفكر فيها ايلين مردد بتفكر فيها مجد بيكسر وبيضرب وانت بيساعده وبيفكر بأثمانه وبأمه ونهنه لا شش حاجة تحكي حكي فاضي يلا روحي ما رح يزكت انا علي ابنك مجد عالجه سين بيخرج مرة بيدرب مرة بيهرق بيت وهلأ قتل زلمة كمان وانت هون عم يفكر فيه وفوق الازقان هون لوك حاجة تحكي علي وليه شو انتي ما بتفهمي ولا حاب بقلتشك كفيه ونصنعنيك علي نلعي ويا ويلك كيفي سير تمشت يلا نلعي روح على بيتك واتطمن على مصطفى ما فيني اتركك لحالك هون وبهالوقت ما بيصير طمنا لا تخاف علي انا بظل مع جميلة خانو لا تاكل هم انت ما لش انا فيني اتضل لحالي ما في داعي انك اتضل معي شكرا اليك ما بصير اتضلي هون لحالك امشي تاراكي 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 هاي نزلت حرارته نشكر الله إن شاء الله ما ترتفع بالليل هلا أنام أنا رح أجهز له حليب لبعدين يا روحي يا حبيبي أنت يا روحي أنا بحبك كتير كتير وبحبني فين وإيلين ومجد وعثمان كمان والله بحبهم ولهلا بحبهم بس ما قدرت ورجيهم هالحب لأنه أنا زلمي ماني مبسوط وتعيس كتير حياتي كانت مليانة بالندم يا ريت لو إما كانت جميلة يا مصطفى ساعة دا رح كون مبسوط كتير لو بنرجع ومنسى كل شي بنحصى ومنكون مع بعض لا 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 يا روحي يا عمري أنت لا تخاف حبيبي أنا جمقك مصطفى طيب لو لو اتهموا منحكم قديش يعني قديش ممكن ينحبس هلا مو تتفكري بهالشي بكير كتير مشغول بالي كتير عن جد حاسي حالي مشوشي كتير لا تاكلهم أنا رح حاول ساعده على قد ما بقدر ناديم بيك يعني مثل ما قلتلك من قبل إذا لسام تفكر يعني إذا حابب تساعده كرمالي أنا جميلة خارج أنا بقدم المساعدة لأي حدا واقع بظرف صعب مو مشان شي أبدا طيب اشتركوا في القناة